مرحبا، أنا غنى يعقوب معالجة نفسية شو الفرق بين المعالج النفسي والطبيب النفسي؟ سؤال بنترح كتير عنا بالعيادة طبيب النفسي هو شخص حائز على شهادة بالطب العام وبعدين تخصص بالطب النفسي بينما المعالج النفسي هو حائز على شهادة ماجستر بعلم النفس طبيب النفسي هو الشخص المؤهل أنه يوصف الدواء ويحدد لعلاج الطبي ويتابع مع المريض كل شي متعلق بإدارة الدواء هو بيقوم بالتقييم من خلال اطلاع على الشق النفسي والصحي كرميل نستغني أو استبعاد عن أي عوامل طبية ممكن تكون هي مقدية للإضطرابات النفسية كذلك الطبيب النفسي هو يلي بيزودنا بالتشخيص يلي نحن نرتكز عليه لاحقاً بالعلاج النفسي الهدف من العلاج النفسي بيكون تخفيف عبق العوارض النفسية من خلال العودة إلى العوامل المسببة لها المشكلة وكمان من خلال تغيير أو تعديل بعض السلوكيات وتغيير طريق التفكير وتغيير نمط الحياة المعالج النفسي هو مخور أنه يقوم بالاختبارات النفسية مثل اختبارات الذكاء واختبارات القدرات الذهنية وكمان اختبارات تحديد الشخصية آخر شي مهم نعرفه هو أنه دور المعالجة النفسي ما بيقل أهمية عن دور الطبيب النفسي والعكس صحيح نحن بحاجة للطرفين لتأمين رحلة علاج متكاملة وفعالة ترجمة نانسي قنقر